روعي أكثر من ألف أسير فلسطيني داخل معتقلة الاحتلال الإسرائيلي في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروفهم المعيشية والإجراءات التعصفية المتبعة بحقهم من مصلحة السجون تتوالى التحذيرات الفلسطينية للعالم من خطوات السجان الإسرائيلي المنوى اتباعها لمجابهة هذا الإضراب والتي تتمثل في نقل وتشتيت الهيئات القيادية للأسرة وإطعام المضربين بشكل قصري فضلا عن الحرب النفسية التي بدأت بشنها عليهم نتوقع أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات في حال الاستمرار بالإضراب عن الطعام لفترات طويلة أن يتم اطعام الأسرة بالقوة عبر الزندة وإدخال الطعام والحليب إلى معدة الأسرة المضربين كذلك نتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات للتلاعب النفسي في نفسية المضربين عن الطعام بذلك بأن يقوم عدد من الجنود الإسرائيليين بطهي الطعام وشوي اللحوم والكباب من أجل التأثير على نفسية المضربين عن الطعام كل ذلك الأسرة جاهزين له جهوزا كاملا وأطلقت مؤسسات ومرظمات أهلية فرصانية حملة للتواصل على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية خاصة المتعقدة على اتفاقات جينيف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة لمبادئ حقوق الإنسان والتي تنص على حق الأسير في طلق المعاملة التي تليق بالكرامة الإنسانية في ضمن مارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لأسرانا وحقوقهم الأساسية المنصوص عليها بمختلف الاتفاقات الدولية جاء هذا الإضراب ليؤكد على أولوية قضية الأسرة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني ولكل من يؤمن بعدالة قضية شعبنا الفلسطيني المطلوب من الجميع أن يصطف خلف قضية الأسرة وأن يدفع باتجاهها حتى ينال أسرانا حريتهم حتى ينال حقوقهم المنصوص عليها بمختلف الاتفاقيات والمعادة الدولية ويقبع أكثر من 6500 أسير فلسطيني بينهم 57 سيدة و300 طفل في 22 سجنا ومركز اعتقال وتوقيف مقام غالبيتها داخل دولة الاحتلال في مخالفة واضحة لاتفاقية جينيف الرابعة والتي تلزم دولة الاحتلال باحتجاز المعتقلين من السكان المحتلين في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكوميتهم خطوة الإضراب عن الطعام من قبل الأسرى الفلسطينيين ليست بالأمر الهيين عليهم لكنها باتت آخر الخيارات التي يلجأون إليها للدفاع عن حقوقهم وتحصيل احتياجاتهم من أنياب السجان الإسرائيلية محمد بعلوشة الإخبارية قطع غزة